قالك الاهلي رايح الدار البيضاء مفيش جمهور فهيرجع من هناك مغلوب قلنا النادي الاهلي في اي مكان اي حتة يلعب في اليابان يلعب في قطر يلعب في الصين يلعب في التراجف رادس يلعب في الدار البيضاء هو النادي الاهلي يروح جنيب افريقيا هو النادي الاهلي بكل رجالته الاهلي قدم ملحمة بمعنى الكلمة ثلاثة اهداف مبارح كان ممكن يبقى اربعة وكان ممكن يبقى خمسة ولكن هات اي خبير تحكيم اي خبير بيعرف الكورة اي حد مدرب في اي مكان يقدر يقولك انهي هدف الاحلى هل هدف محمد شريف هدف مجد افشة عمرو الصلية التلاتة احلى من بعض ما تقدرش تقول مين هو مين ادي الهدف الاولاني لكن لما تجيب اللقطة شريف هو لعبها كده ومعد الكورة بحرفنة جات للكورة من اكرم الى شريف الى جوه الشباك كانت هي البداية الموفقة بداية النادي الاهلي لما الاهلي سجلوا انه خلاص جات تاني مجد افشة كالعادة بيعملها مرة واثنين عملها في سنة عشرين وبيعملها في واحد وعشرين والقادم هيكون احلى واحلى الله على افشة والهدف العالم اللي سجلوا افشة ما تعرفش تقول هو ده الاحلى طيب عمرو الصلية ممكن تعمل ايه الكورة رايحة فين محمد شريف يدهاله بخدعة كروية هائلة ويجي عمرو الصلية زي ما حضراتكم شايفين كده يسجل بمنتهى الحرفنة الهدف التالت وكان الخلاص وكانت القاضية المستمرة قلنا التانية كالعادة مجد افشة القاضية التانية عملها من سنة وعملها المرة دي لا ولكن جاء عمرو الصلية عشان يحقق القاضية التالتة كمان ادى الاهلي اداء يليق بكبير افريقيا يليق بنادي القرن مجد افشة لعيب لعيب جامد جدا يمسك الملعب وكورة افشة ده كورة في رجليه عارف اللي هو ايه في رجليه وبيدي كورة بالمقاس يسجل جون افشة ما شاء الله عليه كلهم بصراحة كلهم رجالة ومحمد شريف محمد شريف هيكون هداف مصر ان شاء الله محمد شريف هيكون هداف مصر بإذن الله مع المنتخب أعني المنتخب ولا يساند الاهلي والنهاردة هو الهداف هداف الدوري هداف بطولة واحد من أفضل نجوم اللي انضموا للنادي الأهلي ولكن كمان مسيماني وكل التحية الكابت محمود الخطيب اللي راهن على مسيماني مسيماني لما الأهل عادة بيحب المدارس الأوروبية فالخطيب المراد يقال لك لا بفكر نغير مدرسة الأوروبية نشوف المدرسة الإفريقية وليه لا احنا بنشتغل على بطولات ترجمة نانسي قنقر